أن ترامب في هذه الجولة هيكون عنده رؤية مهمة جدا ترامب بيفكر عكس بايدن بايدن كان دايما بيفكر أن حل الأزمة في غزة ثم لبنان ثم التعامل مع إيران ترامب لا ترامب يرى أن حل الأزمة مع إيران وموقف إيران هو اللي هينعكس بشكل إيجابي على الأزمة في غزة ولبنان ولذلك وضع إيران ووضع الصين في مربع ساخن بعض الشيء وقال إن هم دول أعداء بالنسبة له يمكن موقفه من إيران في الفترة الأولى وانسحابه من فوضات خمسة زائد واحد ووجود عقوبات اقتصادية وقاعت على النظام إيراني في ذلك الوقت يؤكد على أنه تعاملهم مع الملف إيراني هو الأهم بالنسبة له بالنسبة لما تقتل الشرق الأوسط وبالنسبة طبعا للصين للعلاقات الاقتصادية بينهم تحرك هنا هيكون الضغط سواء كان على إيران بشكل مباشر أو عن القوة الإقليمية العربية والإسلامية لتهديئة الأوضاع مع إيران النقطة دي بيعتقد كمان أنه كان فيه إشارة من ولي العهد لضرورة الحفاظ على سادة إيران ده برافو على سادة ويمكن ده إتقال في بند واحد رفض طبعا أولا تأكيد على حدود 67 للدولة الفلسطينية أن يكونك رفض التهجير القصري أن يكون حل الدولتين هو وإسلام الشامل هو ده المهم والتأكيد على سيادة الدولة الإسلامية اللي هي دولة إيران معنى ذلك أن بدأ التحرك العربي الإسلامي يكون متركز على الدول الإقليمية مصر تركيا والسعودية وإيران هذا التمدل الكبير جدا لأن العالم يذهب الآن إلى عالم متعدد الأقطاب إليما يكون الفرقاء في المنطقة العربية بالقوة الإقليمية عندهم الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع هذه التغيرات هيكون لهم رؤية في هذه السياسة العالمية ومن ثم التأكيد على إيران في سيادتها على أراضيها شيء مهم ولكن التعامل مع البرنامج النوي هنا أمريكا تعامل معها دائما بأنه هو برنامج الوحيد المهدد لأمن إسرائيل ودائما أمن إسرائيل شيء إن اتفقنا هو خط أحمر بالنسبة لأي حد يسكن البيت الأبيض ومن ثم فإن ترامب أو غير ترامب كمالي هاريس أو غير كمالي هاريس أول نقطة بالنسبة لها هو أمن إسرائيل وبيتليه ضغط ترامب على إيران حتى هو عين كمان منذوبة الأمم المتحدة هتبقى برضو موالية لإسرائيل بشكل كبير ده وزير خارجية كمان يعني وزير خارجية حتى اللي هو من أصول لاتينية هو أيضا رجل يمين متطرف بشكل غير عادي وده اللي نأكد لأن المزاج العام للوقت في المجتمع الدولي هو صعود اليمين ولكن الشطرة نحن نتعامل إزاي مع اليمين لأن طبيعة جدا السياسة فيها متفعات ومنخفضات وطبيعة جدا السياسية ما بين اختفاء الليبراديين وظهور اليمنيين ده شيء طبيعة جدا في السياسة ولكن أنت هتقدم أجندتك إزاي عشان تحقم مصالحك أولا وتكون على تناسق في القوى القبرى يمكن هذا التغير بتخاف منه أوروبا ده شيء جميل لكن بترحب بيه روسيا وبتخاف منه الصين طب الصين وروسيا وإحنا مع بعض في منطقة البريكس وده الصفقات اللي يبتده ترامب يشتغل عليها الله فو